تحت خطر العطش المائي يقع الليبيون إثر الاعتداءات المستمرة على منظومة جهاز النهر الصناعي الذي لم يسلم من الصراع والأزمات التي تعاني منها البلاد منذ عقد من الزمن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل شفارة يعلن قيام عدد من الأشخاص بالاعتداء على أحد خطوط نقل المياه في منطقة زليتن وضبط المعتدين على نقطة السقاية الخاصة بنقل المياه للمواطنين التابعة لمشروع النهر الصناعي بمساعدة جهاز الشرطة الزراعية بزليتن الذي قام باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك الاعتداء حملة توعوية عديدة قام بها ناشطون لإيقاف الاعتداءات والتخريب والسرقة والنهب المستمر وتوعية المواطنين للمساعدة على وقف هذه الانتهاكات اعتداءات إجرامية يتعرض لها مشروع النهر الموجود لتغذية المواطنين باحتياجتهم من المياه نجم عنها عجز في الإمدادات المائية وعدم القدرة على تلبية احتياجات المدن والمشاريع الزراعية بشكل منتظم مناشدات عديدة للجهات المسؤولة بتحمل مسؤولياتها وحماية حقول الأبار للحفاظ على استمرار ضخ المياه وتجنب كارثة انقطاعها